تالت نصيحة بقى كان موضوعك كلمت عنه الحلقة اللي فات وقلت ان انا هكلمك عنه عن مكسبات الطعم الحقيقة ده موضوع كبير اوي يعني موضوع كبير اوي وموضوع مش شائك ولا حاجة بس هو موضوع كبير لانه الموضوع فيه حاجات مظبوطة وفيه حاجات شريرة جدا يعني في دول كتيرة جدا بيكون فيه الزام الزام ان اي مادة غذائية كده بسكوت عصير حلويات بتاع لازم يكتب المكونات بتشوفوا كده تمسكوا بتاع تقروا المكونات صح كده لكن فيه بلاد تانية ما بيعملوش كده بيتحيلوا على الموضوع ما بيكتبوش الحاجات دي وبتتباعه وهكذا هتقولولي طب ما فيه رقابة طبعا بس المسائل دي بيبقى فيها فلتان كده من الرقابة ده في كل دول العالم على فكرة فانا عايز اقولي لحضراتكم ان فيه مواد محددة اذا لقطوها يعني وانتو بتقروا كده ابعدوا عنها على طول زي ايه زي مادة اسمها اي مية اتلاؤوا كلمة اي حرف اي مية و اي مية و اتناشر و اي مية سبع و عشرين خلاص و اي متين و عشرين و اي متين سبع و عشرين دول هتلاؤوهم في البسكوت وموجودة فين بقى في الحلوات الطرية تمام كده الحلوات الطرية اللي هي زي الجلي والحاجات اللي بيجيبوها العيال كده على طول الاطفال وتلاقيهم بيبعوه في الكشاك و حاجات زي كده و عودوا يأكلوا فيها المواد دي خطر المواد دي خطر قوي برضو في مادة تانية اسمها اي مية و خمسين دي بتضاف لبعض المشروبات الغازية في مادة تالتة اسمها اي ميتين تسعة واربعين دي بتضاف لا ال اي ميتين و خمسين بتضاف بعض المواد المياه الغازية و المقارمشات في مادة اسمها اي ميتين اتنين و خمسين دي بتضاف للحوم المدخنة وبتضاف للصصات مش بتلاقوا في حاجات بتتبع كده الصصات فانتوا لو قريتوا بس اي ميتين اتنين و خمسين لا اي بدا خطر وبتضاف لبعض الأجبان لبعض الجبن خلاص طيب الحياة من المواد دي كلها بتؤثر سلبيا يعني مكسبات الطعم والحاجات دي كلها بتؤثر سلب اي خطرتها بتأثر جدا على مراكز مهمة او في المخ زي مراكز التركيز و مراكز انتباه الحركة وبالتالي كسر التناول هذه المواد عند الاطفال مثلا غير بقى التسوس و غير بقى زيادة الوزن و غير و هكذا لا دي بتؤدي المشاكل في التركيز فعلا و ممكن تعمل فرطة حركة و تعمل سلوك عدواني عشان كده العيال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير الاطفال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير المقارمشات و الحاجات اللي هي الجيلي و الحاجات اللي مش عارف ايه و البسكوتات كده المجهولة دي و الحاجات دي كلها بيكونوا عندهم قابلية اكتر لدقص التركيز و فرط الحركة و تشتت الانتباه فارجوكم ارجوكم ارجوكم ابعدوا الحاجات دي عن ايدين ولادكم نصيحة برضو مكملة بقى لنفس الموضوع بس الحضراتكم بقى ككبار و للأسف انا بشوف ان في عائلات بيروحوا بولادهم مطاعم مخصوص عشان السوسات بتاعت الجبنة السائلة يعني تبص تروحوا مطعم كده و تلاقوا فيه مكانة كده و تلاقي مسكين ساندويتش ولا مسكين مش عارف حاجة و يعملوا كده زي مكان الايس كريم ده و تلاقي نازل منها المفروض ان ده جبنة بس عايز اقولكم دي مش جبنة يعني انا مش عارف انتوا عارفين الحكاية دي ولا لا بس دي مش جبنة دي بتكون عبارة عن دقيق و دهون ها و احيانا بقى للأسف للأسف يعني مواد مطاطية مواد مطاط يعني بتاع بس بيتحط عليها مكسبات طعم مكسبات طعم الجبنة فبتبقى اكناها جبنة و هي مش جبنة و دي شديدة الخطورة على الصحة فانا بحذركم منها و بحذركم عشان خاطر نفسكم و عشان خاطر ولادكم يعني دي حاجة مهمة قوي ابعدوا عن الحاجات دي لو عايزين جبنة هاتوا جبنة معروفة هاتوا انزلوا كده هاتوا الجبنة المعروفة خلاص و ابشروها انتوا في البيت او اشتروها في المحل و خلوهم يبشروها يبقى انتوا عرفتوا ان الجبنة دي انتوا شفتوها هي كده بتحطوها بقى على بيتزا بتحطوها على مكارونا بتحطوها على تق و ما تزودوش برضو منه لان الدهون فيها بتبقى كتير بس دي الجبنة المعلومة انما صوصات الجبنة خطر جدا فارجوكم خلوا بالك لان فيه مطاعم يعني سر شهرتها الموضوع ده يعني ان الناس بتروح لها عشان الصوص بتاع الجبنة ده يعود يمسكوا كده فتلاقي الجبنة نازلة زي ما كون من الحنفية كده و ده غلط جدا زي ما اقول و دي مش جبنة زي ما لسه بقول شكرا